موسيقى موسيقى أهلا أعزاء المشاهدين برحب فيكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة من بلدة عين كارم واليوم رح أتكلم عن شخصية مهمة جدا مذكورة في إنجيل لوقة شخصية الإصابات زوجة زكريا الكاهن وأم يحنى المعمدان هذه المنطقة جميلة جدا اسمها عين كارم عين لأنه في عين للمي ينبوع مي في هذه البلدة في أسفل هذا الجبل بسم عين العضرة ما زال موجود حتى يومنا هذا والكنيسة اللي شايفينها وراي هي كنيسة الزيارة نسبة إلى زيارة مريم العذراء من الناصرة جاءت إلى جبال اليهودية إلى هذه المنطقة وطبعاً بنوا هذه الكنيسة تخليد للحدث زيارة مريم مع ألي صبات اليوم رح نتكلم عن شخصية ألي صبات والدور اللي لعبته في ميلاد الرب يسوع المسيح والكلام اللي تكلمت فيه مع مريم وشو تأثيره علينا وعلى الحدث وعلى القصة اللي رح نسمعها اليوم أنا بدعوكوا أن تتباركوا من خلال هذه الحلقة سأعود بعد قليل وهو ذا الإصابات نسيبتك هي أيضاً حبلة بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله أهلاً أعزائي المشاهدين من واصل دراستنا من عين كارم عن شخصية الإصابات في الكتاب المقدس أنا موجود في عين كارم على رؤوس الجبال في كنيسة زيارة القديسة مريم العضراء لأهل الإصابات بسموها كنيسة الزيارة وطبعاً تطل على البلدة القديمة عين كارم وشايفين هاي الكنيسة الكبيرة هاي كنيسة يحنى المعمدان وين يحنى المعمدان ولد عادةً بيكون عندهم بتين البيت اللي في البلد وهذا بيسموا المنطار يعني بيجوا في أيام الصيف في أيام الحصاد والمنطقة بتشتهر بالكروم الكثيرة والجمال والطبيعة الحلوة شخصية الإصابات شخصية مميزة جداً فهي متزوجة من كاهن اللي هو زكريا وأيضاً هي بنت كاهن لأنه الكتاب بيقول إنه هي من بنات هارون من بنات هارون يعني من أفضل نوعية الكهنة عايشي مع زوجها في هذه البلدة الجميلة البلدة الهادية طبعاً اليوم بتشوفوا سواح من كل أنحاء العالم بيجوا يزوروا الكنيس منها كنيسة يحنى المعمدان وكنيسة الزيارة في هذا المكان الإصابات يعني إذا حبينا نعرف شخصيتها شخصية مميزة قانعة متواضعة عندها أخلاقيات عالية نستطيع أن نستشف هذا من طريقة الكلام مع مريم العذراء متزوجة عايشين في بيت حلو هادئ وقانعين راضيين كان عندهم حلم في حياتهم أنه الله يرزقهم بطفل لكنها كانت عاقر وزوجها متقدم في الأيام المفاجأة الكبرى أنه الملاك جبرايل ظهر لزوجها بفترة الخدمة لأنه هو من فرقة أبية يعني الفرقة الثامنة من الأربع وعشرين فرقة اللي نظمها وأسسها داود في القديم وأجت القرعة على زكريا أنه يدخل الهيكل مكان القدس وهناك الملاك جبرايل أنبأه ببشارة كتير كتير حلوة بمعجزة أنه الرب رح يعطيهم طفل ولما رجع إلى هذا المكان بعد تسع شهور ولد يحنى المعمدان فألي صباط هي زوجة كاهن طبعاً بيتخدم الرب مع زوجها منعرف من أخلاقياتها بالطريقة والأسلوب اللي تكلمت فيه مع مريم العذراء منشوف أنه كانت إمرأة مليانة إيمان قناعة أيضاً ومحبة للخدمة هي المرأة العجوز اللي استقبلت القديسة مريم العذراء الشابة وقالت لها من أين تأتي لي أم ربي وقالت لها لما سمعت طبعاً السلام والتحية من مريم ارتقد الجنين بابتهاج في بطنها من خلال هذه الكلمات نستطيع أن نرى أخلاقياتها العالية وتواضعها الجميل وشخصيتها المميزة وخدمتها المباركة في هذا المكان من خلال استقبالها لمريم العذراء وبما أنه هي بنت كاهن وزوجة كاهن فطبيعة الشيء بيكون أنه هي أيضاً في خدمة الرب وخلي في بالك أنه المرأة العاقر وضعها بيكون صعب جداً لأن العقر أو العقم يعتبر ضربة وكثير مرات يعني بيسبب إزعاج للمرأة وحزن لأنه بتنتظر طفل الطفل بيسندها في شيخوختها وإذا أصبحت أرملي الطفل بيكون أو الولد بيكون عكازتها اللي بيسندها طبعاً ويسدد احتياجاتها لكن بالحقيقة أنه كانت أراضي مع جوزها والكتاب بيوصفها هي وزوجها كانوا بررين سالكين طبعاً ببر وتقوى أمام الله هذه هي مواصفات أليسابات زوجة زكريا الكاهن أما إذا استخدنا الأمر وإنه لن أردت بعدها أمام الله لنبدأ ليس من خلالها لكني لن يفترض أن نرده ولكن أنا لا أردت بعدها ولكن أنا لا أمامยربت للتطفل کی هذا فإنه سي Listانياً سنعنا بيجرال مرأي مواصفة مرأي مواصفة بعدها آية فإن مصر بالمسرعوا سنة كل جدا السفحة أدت أنبدأ سيسحدث وبدأ خمرها وبدأ مضاعف سنة Butمعماً سعره أنحظ في مقاشرة مما أنت تحب الظهر ثم يمكن أن تحب الوطن مما يكون هناك هدفين مريباً تماماً مما مما ينتهى منه غريباً غريباً إذاها أن هناك وصولنا منقلون أنها تنون مجزئة وحسب أنه ي Saturn في المنطقة. جون يطلق على الناس للتعبير والتعبير للهنة الزيارة والذي بالطبع جيسوس يتحدث أن رأس الله في حقيقة أحباء من كنيسة الزيارة في عين كارم نواصل دراستنا عن شخصية عظيمة شخصية ألي صبات زوجة زكريا الكاهن وطبعا هي بنت كاهن من بنات هارون بحسب الكتاب المقدس. ونعاوز أذكر بعض الكلمات اللي قالتها عندما جاءت مريم لزيارتها في هذا المكان من الكتاب المقدس إنجيل لوقة إصحاح الأول آية 39 فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهودة ودخلت بيت زكريا وسلمت على ألي صبات فلما سمعت ألي صبات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت ألي صبات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي الثمرة بطنك فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتكد الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب هذا بيوضح هوية وشخصية ألي صبات لقاء بين أعظم امرأتين لأعظم ولدين ألي صبات أم يحنى المعمدان اللي الله استخدمه يهيئ الطريق أمام الرب اللي عمد الرب يسوع المسيح واللي قال ينبغي ذاك أن يزيد وإني أنا أنقص ولوجه أنظار الناس وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ومريم أم يسوع بتعبيراتها وكلامها نشوف أيضا هويتها وتواضعها وخضوعها وقناعتها أيضا جاءت مريم من الناصرة سلمت علي الإصابات التي كانت تسكن في هذه المنطقة وأول ردة الفعل مكتوب عن الإصابات امتلأت من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم صرختهم يتكلم عن صرخة من كل قلبها من كل أحشاءها وهذه صرخة فرح صرخة ابتهاج صرخة صرور صرخة مملوئة بالإيمان صرخة بإعلان بروح النبوة للكلمات التي تكلمت فيها عن مريم ولاحظ الكلام ما قالته الإصابات امتلأت من الروح القدس صرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنكي من أين لي أن تأتي أم ربي خلي بالك أن الإصابات كانت عجوز مسنة ولدت يحنى المعمدان وبهاي الفترة كان عمره ست شهور ومريم العذراء على الأرجح عمرها كان خمسة عشر سنة يعني أليصابات مثل جدتها فهون منشوف الأخلاقيات العالية لأليصابات هذه الأخلاقيات اللي شربها يحنى المعمدان هذه الأخلاقيات عندما سؤل أقر يحنى أنه ليس المسيح وقال أنا أفرح مع العريس وقال ينبغي أن ذاك يزيد وفعلا بعبر عن أخلاقياته وعن تواضعه وهذا الشيء اتشربه من أمه من الإصابات الإصابات عم تصرخ لأنه امتلأت من الروح القدس وبابتهاج يعني كأنه الطفل عم بيرقص في داخل بطنها وقالت لمريم كلمات جميلة وقوية جداً من أين لي أن تأتي أم ربي إليا؟ فاعترفت بروح النبوة بإعلان كيف عرفت أن مريم حامل ولما ارتقد الجنين قالت لمريم عن اللي في بطنها يعني أم ربي أدركت أنه مريم حامل في يسوع المسيح اللي هو رب ألي صباط ورب زكريا ورب يحنى المعمدان بل هو رب المجد بل هو رب الأرباب ورب الخليقة كلها كان طبعاً في بطن مريم وكان يحنى طبعاً عمره ست شهور هذه التحية بتعبر عن محبتها عن خضوعها عن تواضعها عن أخلاقياتها عن إيمانها عن عمقها الروحي مثل ما ذكرت أنه عايشين في هذه المنطقة الهادية برضى بسرور بقناعة خلاص أدركت أنه ما عندها طفل ما اعتبرتش الأمر ضربي ولا لعني بحسب العدات البشر لكنها كانت راضي وكانت قانعة بس لأنه كانت بتصلي وزكريا كان بصلي فقال سمعت طلبتك والرب أعطاها سؤل قلبها وحقق أمنيتها وأحلامها ومش بس ولدت يحنى وعطاها الامتياز أنه تشوف مريم اللي هي ولدت يسوع المسيح ابن الله ملك الملوك ورب الأرباب فلما سمعت الإصابات سلام مريم ارتكد الجنين في بطنها وامتلأت الإصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك الإصابات شخصية عظيمة جداً مش بس بسبب خلفيتها أنه هي بنت كاهن من بنات هرون ولا لأنه كمان متزوجة زكريا الكاهن اللي الله شرفه أنه يخدم بهيكل الله لكن شخصيتها العظيمة واضح من أخلاقيتها ومن هويتها الجميلة الحلوة اللي بتعبر عن محبة لالله وبتعبر عن رضا وشبع أنه الله فعلاً افتقدها برسالة جميلة جداً طبعاً شهرة الإصابات هي من شهرة زكريا من شهرة يحنى المعمدان اللي هيأ الطريق أمام الرب لكن الشهرة عندما جاءت القديسة المطوبة مريم العذراء وألقت التحية على الإصابات امتلأت من الروح القدس ارتكد الجنين في بطنها بابتهاج بسرور بإعلان قوي جداً صرخت بصوت عظيم وقالت من أين لي أن تأتي أم ربي وقالت أيضاً يعني مباركة أنت في النساء هذه الإعلانات اللي تكلمتها الإصابات عن يسوع المسيح أنه هو رب وأنه مريم العذراء مباركة بين النساء فاستقبلت مريم هذه الرسالة وقالت تعظمه نفس الرب وتبتهي جروحي بالله مخلصي وإحنا موجدين في كنيسة الزيارة ومنشوف طبعاً هذا التعظيم والتمجيد حطينها بلغات أعظيمة تسبحت مريم إخوتي وأخواتي هذه الشخصيات اللي لعبت دور مهم عند ميلاد الرب يسوع المسيح سواء الله استخدم زكريا واستخدم الإصابات بمعجزة حتى يولد يحنى المعمدان اللي تكلم برسالة الله وأنه شرف الإصابات تكون فعلاً مميزة عندها رسالة حلوة اللي قدمتها للناس والشيء الجميل الإعلان الإعلان المهم والعظيم اللي أعطته لمريم العذراء وعن الطفل يسوع المسيح هذه الشخصيات اللي لعبت دور أحبائي فعلاً يستحق أنه ندرسهم نتأمل فيهم أكثر ندرس سيرة حياتهم وخلي بالك الجدير بالذكر أنه لوقة الوحيد اللي بيتكلم عن ولادة يسوع المسيح ما يعني والأحداث ما سبقت الولادة بيذكر عن الحكام بيذكر عن أغسطس قيصر الإمبراطور الروماني بيذكر عن هيرودوس اللي هو كان ملك المنطقة كلها وبيذكر عن الوالي كيرينيوس والي سوريا وهذه الأحداث اللي تمت من خلال الاكتتاب بيذكر عن يحنى المعمدان مش بس مذكور في إنجيل لوقة طبعاً المؤرخ يوسيفوس بيتكلم كتير عن شخصية يحنى المعمدان فشفنا من خلال رسالة ألي صباط إنه شخصية بتتميز بالمحبة والتواضع والخضوع والجدير بالذكر لما ولدت ألي صباط يحنى المعمدان الناس فرحت والبلد كلها فرحت مع ألي صباط وبعدين ابتدأت الجرات والنساء في هالمنطقة يسموا يحنى باسم زكريا يعني هذا العادي المتبعة لكن من شوف العلاقة الزوجية الجميلة بين ألي صباط وبين زكريا قالت بحزم وجزم لا بل يسمى يحنى يعني أطاعت صوت الرب من خلال ملاك الرب رسالة الرب اللي وجهها لزكريا إنه اسمه بيكون يحنى كما قال الملاك لمريم تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياه وعندما سألوا زكريا حتى يستوضحوا الأمر كتب وقال يحنى وكان هذه الولادة سبب فرح كبير لمعظم الناس اللي ساكني في هذه المنطقة الجدير بالذكر خليني أختم بشيء مهم أحبائي مثل ما مريم واجهت ألام وظروف صعبة جدا أيضا الإصابات واجهت هذه الظروف يحنى كان عايش معها في هذه المنطقة وما منعرف قديش عايش معها هل هي انتقلت هي وزوجها لأنه كانوا كبار بالعمر وترك هذه المنطقة كان ممكن يحنى يكون أعظم الكهنة لكنه كان نبي الله وترك المنطقة راح ليعيش في الصحراء ولكي يعمد الناس هناك أيضا فهي أيضا تألمت لما حاول هيرودس يقتل جميع الأطفال في بيت لحم والكورة المحيطة هذه الكورة المحيطة بجانب بيت لحم كان ممكن ابنها يحنى يقتل أيضا على يدي هيرودس لأنه كان تحت عمر السنتين لكن على ما يبدو أنه الرب أنقذ أيضا بمعجزة التقليد بقولنا أنه في ملاك خبأ وراء صخرة لما جاء الجنود من منطقة قريبة تسمى الهيروديان مقر لهيرودس الكبير لكن الرب أنقذ أيضا يحنى فتخيل الألم والقلق اللي ممكن تمر في هذه الأم لكنها مثل مريم أيضا كانت مليانة بالإيمان مليانة بوعود الرب بكلمة الرب ومليانة أيضا بالإرادة الإلهية عارفة أنه الله أعطاه هذا الولد حتى يكون خادم مثل حن إم صموئيل كانت بتصلي لولد لما أدركت أنه الله بده ولد فقالت أنا بكرس صموئيل للرب وهذا ما فعلته الإصابات الرب أعطاه ولد مش بس عشان تفرح فيه والجرات بيفرحه لكن هذا الولد كان للرب فشيء جميل أنه زكريا وقالي صباط أنه يكرسوا يحنى يكون خادم للرب مثل ما حني كرست صموئيل ومثل ما مريم ويوسف أخده يسوع لكي يباركوا سمعان الشيخ في الهيكل ويكون أيضا مكرس للرب بصلي من كل قلب أنك تباركت في هذه الدراسة أجازن للبل أجازن للتحيين هذا الذي ياركب 음악 وهذا الشيئ حانت الم Milع كثير أنه أفرحى لماذا مkenntاند أنه يبدأ رابعهم THEYذهب فونه أúltحي السacion رادي من قوم القامل سمرا والدوان السران الذي تدريد فالاضح الوهيوان عن الكهن الأن وممث a tempor الفائن 하ان الم necesita الطريقة الأفضل لهم سيكون من نازراث إلى جزريل ثم يتساعد على الطريق الوضع إلى جيريكو ثم يتساعد إلى جيروسلم هذا الطريق الذي يتساعد بعد ذلك تتساعد إلى جيروسلم أعزائي بصالة من كل قلب أنك تباركت من خلال هذه الدراسة طبعاً لما نتكلم عن الإصابات نحن نتكلم عن زيارة مريم إلى هذا المكان لأعظم سيدتين لأعظم طفلين اللي الله استخدمهم يغيروا التاريخ شفنا أخلاقيات الإصابات محبتها وخضوعها للرب وكيف استسلمت للإرادة الإلهية وأنه فعلاً كانت هي جزء من هذه السلسلة الشخصيات اللي لعبت دور مهم حول ميلاد الرب يسوع المسيح أنا بصلي اليوم أنه إحنا فعلاً نتشبه بهذه الشخصيات الحلوة ولسيما في موضوع التواضع والخضوع للإرادة الإلهية رب إبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر